دعوة جديدة للنظر بشكل عاجل في قانون الانتخابات ترحها حزب قلب تونس هذه الدعوة تأتي على وقع حالة احتقان سياسي في البلاد في وقت يرى فيه متابعون أن الدعوة بهذا التوقيت تأتي للفت الأنظار عن ما يجري من خلافات قد تعصف ببقاء حزب قلب تونس حليف النهضة محاولة لإبعاد ربما الأعين أو لإبعاد النظر عن حزب قلب تونس الذي بدأ يتأكل بدأ يستعد للانفجار قد نرى فيه انشقاقات في الأيام القريبة القادمة حصلت الأسبوع الماضي محاولة لخروج تقريبا عشر نواب لكن وقع مبدئيا السيطرة عليها وقد تتجدد في مناسبات قادمة ويعتمد القانون الانتخابي الحالي نظام القوائم مع الأخذ بأكبر البقايا وهو ما أدى لإفراز مشهد برلماني مشتت مع حصول حركة النهضة على المرتبة الأولى بدون أغلبية مريحة في الانتخابات الأخيرة وتواجه الحركة اتهامات من عدة تيارات معارضة لها بمحاولات التفرد في القرارات وفق متابعين في ظل الأزمة وفي ظل الأوضاع الأحزاب السياسية في تونس اليوم النهضة مستفيدة من استمرار الوضع على ما هو عليه باعتبارها تملك خزانا انتخابيا شبه قار ومستقر مقابل خصوم سياسيين يكابدون الانشغاقات يكابدون أيضا الوهن دون أن نسأيضا ترذيل العمل السياسي وحصل حزب قلب تونس بزعامة نبيل القراوي المرشح السابق للرئاسة والمسجون حاليا بتهم فساد على المرتبة الثانية فيما انقسم نحو عشرة نواب عن كتلته النيابية بعد نحو عام من الانتخابات البرلمانية ما غير الموازين تحت قبة البرلمان ما بين موقف حزب قلب تونس حول القانون الانتخابي واستغلال بعض التيارات السياسية لهذا القانون هل تنجح القوى المختلفة سياسيا مستقبلا في التوافق على تعديل القانون الانتخابي تمهيدا لمشهد جديد يفرز أغلبية مريحة ومعارضة بناءة ياسر دبابش الغد تونس